العالم على أعتاب نزاع قادم بين الصين وأمريكا إثر خلافها الأخير في مضيق تايوان مع التحذيرات الأخيرة التي أعلنها جيش الصين ورد الجيش الأمريكي بأنه سيحمي رئيسة مجلس نوابه مهما كلف الأمر يتساءل البعض هنا في حال قيام نزاع عسكري محتمل ترى من ستكون له الغلب بينهما؟ هذا ما سنعرف معا إلى التفاصيل أهلا بكم الصين تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتعتبر التخلي عنه أمرا غير قابل للنقاش في أي حال من الأحوال وتعبر عن استعدادها التام لاستخدام قوة في الدفاع عما تعتبره أرضها إذا تطلب الأمر لكن إذا وقعت مواجهة عسكرية بين الصين وأمريكا بسبب تايوان فامتلاك الدولتين للألاف من الرؤوس والأسلحة النوية ينذر بكارثة وشيكة الحدوث كي يبقى السؤال هنا أيهما سيسحق الآخر في نزاع عسكري إذا تحدثنا عن ميزانية الدفاع الصينية فهي بكل حال من الأحوال لا تقارن بنظيرة الأمريكية لكنها ليست محدودة بأي حال من الأحوال فهي تبلغ حوالي 178 مليار دولار أمريكي وتمتلك الصين الغواصات النووية والصواريخ الباليستية القادرة على أن تضرب هدفا ما على بعد 7000 كيلومتر لكن ما ينقص الصين هنا في الإنفاق يتم تعويضه في التعداد السكني فمن المعروف هنا أن الصين قوة بشرية كاسحة وعلى سبيل المثال فالقوة البشرية المتاحة للجيش الصيني تبلغ حوالي 743 مليون نسمة بينما يبلغ تعداد جنود الجيش في الخدمة العسكرية حوالي 3355 مليون جندي إضافة إلى 510 ألاف جندي احتياطية تمتلك الصين عددا من الطائرات متواضع إذا ما قرنا بالطبع من نظيرتها الأمريكية فيتمتلك 3620 طائر حربية منهم 1200 طائر مقاتلة و371 طائر هجومية كما يمتلك الجيش الصيني 902 مروحية عسكرية منها 327 مروحية هجومية على الصعيد البرية يمتلك الجيش الصيني 3205 من الدبابات وأكثر من 35 ألف مدرعة وعدد المدافع أكثر من 1970 مدفعا ذاتي الحركة وقرابة 1234 مدفعا ميدانيا و2250 راجمات صواريخ من الناحية البحرية يتكون الأصول الصيني من 777 قطعة بحرية منها حاملتي الطائرة 79 غواصة 50 مدمرة 46 فرقاطة 36 كاسحة ألغام عدد سكان الاتمتحدة الأمريكية هزين للغاية إلى حد كبير مقارنة بالصين فهو لا يتعدى إلى 332 مليون نسمة ويصل أعداد أفراد الجيش الأمريكي إلى مليونين و245 ألف جندي من بينهم 845 ألف وخمسمائة من القوات الاحتياطية لكن ميزانية الجيش الأمريكي هي الأضخم على الإطلاق وتبتعد بمسافة كبيرة عن نظيراتها الصينية وتبلغ 740 مليار دولار أمريكية أما من الناحية الجوية فالجيش الأمريكي يتفوق تفوقا ساحقا أيضا على نظيري الصينية فالجيش الأمريكي يمتلك 13 ألف طائرة حربية و233 منهم 1956 مقاتلة و761 طائرة هجومية وأكثر من 945 طائرة شحن عسكرية و2765 طائرة تدريب و5436 مروحية عسكرية منها 904 مروحية هجومية يمتلك الجيش الأمريكي أكثر من 6100 دبابة و40 ألف مدرعة و1500 مدفع ذاتي الحركة وأكثر من 1340 مدفعا ميدانيا إضافة إلى 1365 راجمة صواريخ أما على صعيد القوة البحرية تضم أمريكا 490 قطع بحرية منها 11 حامل الطائرات و92 مدمرة و68 غواصة إضافة إلى 8 كاسحات ألغام كل هذا ولم نأتي على ذكر القوى النووية والفروقات المهولة بين البلدين فيما يخصها فبحسب معد ستوك هولم تمتلك أمريكا ما يقارب من 6185 رأس نووي فيما تأتي الصين بعدد ضئيل مقارنة بأمريكا وهو 290 رأس نووية لكن هذا بالطبع لا يشكل فارقا في الحقيقة فاستخدام القوى النووية هو للردع في المقام الأول ولا يشكل هنا العدد حاسما لأن العلماء يتوقعون أنه في حال قيام أي نزاع نووية فإن عالمنا سيتحول إلى رماد قبل أن ندرك ذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر